بيقابلك مشكلة كل ما تيجي تعمل فيديو احترافي بالذكاء الاصطناعي بتلاقي العملية معقدة بتضيع الوقت بتعطل الشغل المطلوب منك والأدوات اللي انت بتجربها مش بتديك النتيجة اللي انت عاوزها هنشوف الفيديو ده طريقة استخدام فيو 3 وصورة 2 أكتر موديلز مشهورة في العالم حاليا وهعرض لك التجربة من موقع توب ميديا اي اي الموقع اللي بيقدم لنا دايما أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي قبل ما نبدأ لو انت مهتم دوس لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس ولو دي أول مرة لك في القناة فأهلا بيك في قناة حمود خضر راح أعلمك إزاي تستفيد من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية والمدفوعة في إنشاء المحتوى والربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو الموقع اللي هنستخدمه النهاردة في إنشاء الفيديوهات هو موقع توب ميديا اي اي من أداة اي اي فيديو جينوريتور والموقع ده مش بس بيعمل فيديوهات قبل كده أنا شرحت معاك أدوات كتير موجودة في الموقع زي أدوات الصوت وتحويل النص إلى صوت ونسخ الصوت بالإضافة لأدوات الموسيقى وأدوات الصور واللي هنكلم عنه النهاردة وهو أداة الفيديو هندخل على اي اي فيديو جينوريتور هيحولنا على الصفحة دي طبعا هنا الموقع هأضاف بعض الموديلات الجديدة زي جوجل فيو ثري السورة توبيكس فيديو وان الفيديو بس عشان نبدأ إنه هنستخدم الموقع لازم نسجل حساب في الموقع عن طريقة ستارتت فري وهنيجي بعد كده نضغط على اللوجين عشان نسجل دخول ممكن تسجل دخول باستخدام جوجل أو أي ايميل تاني أنا هسجل بجوجل على طول وعلى طول هنا هيحولني على الصفحة دي هاجي هنا هضغط على اي اي فيديو جينوريتور وهيفتح معنا هنا الوجهة دي اللي فيها بقى كل التفاصيل اللي هساعدنا في إنشاء الفيديوهات هنا جايب لك بعض الفيديوهات اللي تم إنشاءها جايب لك هنا اينشتايم بيغني وجايب لك هنا قطة بتشيل أو زان بالشكل ده وهنا جايب لك المالكة وهي بتشرب تشويبس وشخصيات تاريخية جايبينها وشخصيات مشهورة بتقدر تعمل فيديوهات وقاية جدا بالشكل احنا شايفينه ده هلاحز أن على الشمال في حاجة اسمها take to video ودي تحويل الصور إلى فيديو وفي حاجة اسمها take to video ودي تدichten تحويل النص إلى فيديو وأنا هنا هنختار الموديل اللي احنا عازيه زي مثلا صورة 2 في عندك لو ضغطت على الساهم ده هيجيب لك topx video 1 والgoogle 3 والفيديو طبعا ممكن اشهر موديل موجودة حاليا هو hara والصورة 2 فتعالوا كده نختار اول حاجة ونروح على خاصية till ونحول النص إلى فيديو ونشوف النتيجة هتكون معنا ازاي? تعالوا نبدأ باول طريقة وهي تحويل النص الى فيديو. والنص هنا المقصود به هو او الامر اللي احنا بنضيفه للذكاءة للصناعة عشان نحصل على الفيديو. هاجي هنا بعد ما اختار الموديل بتاعه هاجي في المستطيل ده واكتب بتاعي. انا هنا عايز اكتب لشخص واقف في حق لمليان قصب وازا ما نقول كده تاية. وعايز يتكلم بالعربي ويقول الكلام ده. فهي هنا بكتب كل فاصيل انجليزي باستثناء الكلام اللي هتقال بكتبه بالعربي. وبعد كده بتنزل تختار الاعداد بتاعتك. عندك هنا الجودة بتوصل معك لالف وتمانين. وعندك هنا تقدر تختار المدة هنا ثمان سواني في الموديل فيو تري. وهنا الابعاد ستاشر لتسعة او تسعة ستاشر اللي هحسب استخدامك. ستاشر لتسعة بتكون اوفيكي وتسعة ستاشر رأسي. وبعد كده بنضغط على عشان يبدأ دلوقتي يعمل لنا الفيديو. دي كانت النتيجة تعالى. دي كانت النتيجة. تعالى كده نشوف الفيديو بعد ما خلص. انا بقى لي تلاتة سنين بدور على مكان اخرج منه مش لاقي. شكل هفضل عايش في القصب مد الحياة. حلوة نتيجة كويسة. وتكلم معنا وعمل القصب زي ما احنا عايزينه. وطبعا معروف ان القصب يتوى. فهنا طبعا نقدر نحامل الفيديو لو ضغطنا على دونلود ونستخدمه عادي جدا. طب تعالى بقى نجرب موديل سورة تو. هنرجع تاني تيكستو فيديو وهنروح على الموديل وهنختار صورة تو. وهنجي هنا هنضيف برومت هنا انا عايز اضيف برومت الالبرت اينشتاين موجود في جيم وبيساعد حد ان هو يلعب في الجيم. بعد كده هنجي من تحت هنا نشوف هنا الكواليتي اللي موجودة معنا بتصل لالف وتمانين. الموديل بيتصل معاك لخمستاشر ثانية وهي هنا كمان اللي بعيد زي ما قلنا عريضة او ورأسين. نختار الوفوكي وبعد كان نضغط على هيستهلك معنا تسعين كريديت هنضغط عليها هيبدأ دلوقتي هيعمل لنا الفيديو. ودي كانت نتيجة فيديو اينشتاين. النتيجة جامدة جدا. تخلينا احنا نجيب اينشتاين نعمل بفيلم باب الشكل ده. كان مفروض اينشتاين يكون مدرب كمال اجسام. كان موضوع هيكون مختلف جدا بصراحة. الطريقة التانية وهي تحويل الصور الى فيديو. وهنا لازم يكون عندك صورة. وهتضيف مع الصورة عشان تقدر تحول الصورة دي الفيديو احترافيا. لو ضغطنا على اي مشتو فيديو هيجيب لنا هنا نفس تعالى كده نجرب جوجل موديل وهنا بنقدر احنا نضيف صورة ونقدر احنا نضيف ونحولها لفيديو. هاجه هنا اضغط على هاختر الصورة اللي انا عايز اشتغل عليها واضفها للموقع. انطريق الضغط على وبعد كده هاجي هنا في المستطيل ده وهكتب التفاصيل اللي انا عايزة. هنا اضفت له التفاصيل ان هو عايز الطائر يتعنف كده ويعمل رد في العنيف بما انه وهنا جينا نختار الجودة اللي احنا عايزينها. وطبعا كل الجودة بيكون لها عدد معاين من الكريدت والمدة التمن ثواني والابعاد زي ما هي ونضغط على هيبدأ دلوقتي يعمل لنا الفيديو. تعالى بقى نشوف النتيجة معنا. حلوة النتيجة مش بطالة. برضو نقدر نحاملها لو ضغطنا على داونلود. بعد ما جربنا جوجل فيو ستري موديل تعالوا بقى ان احنا نجرب صورة تو. هروح على صورة تو وهنجي هنا نرفع صورة تانية. هستخدم الصورة دي. واضغط على عشان اضيف الصورة. وهاجي هنا هضيف برومت بسيط جدا. انا عايز الاتنين باندا دول يخش مع بعضه في يعني بيعملوا لعبة كونفو بيقتله بعض يعني. وبعد كده هنيجي هنا في صورة تو هنختار كويسة وهنا هنختار المدة اللي بتوصل معنا الخمستاشر ثانية وهيكون العرض او الابعاد بتاعتنا ستاشر لتسعة ونضغط على الجنور ايد. النتجة جميلة جدا وخصوصا ان هو الحركة تحس ان هو في مراية. يعني نفس الحركة ونفس كل حاجة كأنه واقف في مراية. الموضوع يعني فيه تفاصيل كتير مزبوطة وييطالع بشكل كويس جدا. بصراحة الصورة جامد جدا في الموضوع ده. نكونش متخيل ان هو يبقى بالشطارة دي. بنفس الطريقة نقدر نستخدم موديل توبيكس فيديو وان لتحويل النص الى فيديو. ولكن لو احنا اخترنا امش تو فيديو. فانا هنا قدرت ان انا اضيف لنفس الموديل منتج من عندي. وضفت هنا وصف لاعلان للمنتج. منتج زبدو. وكمان ضفت هنا تفاصيل الكاميرا. واختارت الابعاد بتاعتي الف وتمانين الموديس الثواني. ومجرد نضغط على جنورية عمل هنا فيديو بالشكل ده. الفيديو كويس ولكن هو عيب ان هو مش بيكون بصوت. نفس النظام هنا مع موديل فيديو وان بوينت فايف نقدر نحاول نص الى فيديو. وانا بيجيب لك ستايل لو انت عايز تعمل ستايل معين. وبعد التفاصيل اخرى في الحركة زي وبيجيب لك ابعاد تصل الى الف وتمانين جودة عالية. والمدة تصل الى ثمان ثواني. وهنا الابعاد زي ما احنا شايفين ممكن تكون كمان موجودة بعد واحد لواحد. ودي مش موجودة في البقية. لكن لو راحنا هنا على فيديو فهنا برضو لو اختارنا الموديل فيديو تو. ففي خاصية جميلة جدا اسمها الفريست فريم والتيل فريم. ودي هجربها معكم. هنيجي هنا في الفريست فريم هضيف صورة زي دي. وهاجي في التيل فريم هضيف صورة تانية زي دي. وهاجي هنا هكتب وصفة بسيط جدا. الفكرة هنا ان انا عايز الفيديو بتاعي يبدأ هنا بالصورة دي وينتهي بالصورة دي. وبعد كده هنزل تحت اختار الجودة بتاعت الف وتمانين. والمدة هتوصل معي لاربع ثوان فقط ونضغط عليها. حين هنلاقيه عاملنا حركة بالكاميرا حلوة جدا بالشكل ده. عجبني بقى ان هو عامل كمان صوت مع الفيديو. في الحقيقة تجربة حلوة من موقع توب ميديا اياه ان هو يدفلنا ادوات فيديو احترافية بالاضافة الادوات الكتيرة اللي موجودة في الموقع. وطبعا لو انت حبين انتو تزود كريديت عشان تستخدموا الموقع بشكل اكتر فهنا الخيضة المدفوعة بتبدأ معاك ومن اربعة دولار بتوصل لحد خمسة وثلاثين دولار. وبيتوتيح لك استخدامات متعددة في الموقع. وبكده بقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. هتلاقي رابط الموقع موجود في اصل الفيديو. تقدر تجربه بنفسك. ولو عجبك الفيديو اريد تدوس لايك وتسيب الورايك في تعليل وانت مش مشترك في القناة اللي تشترك دلوقتي وبفعل زي الجرز. علشان يوصلك شعار بكل الفيديوهات الجديدة وفي النهاية. السلام عليك.